الطاقة اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنميج تو يانباي مشروع دعم المجتمع المدني وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ويهدف المشروع إلى المهساهمة في ترسيق الديمقراطية وثقافة الحوار والسلام في تشات المناسبة جرت بفندق هيلتون بحضور وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر عالي سليمان واسفيرة الاتحاد الأوروبي بجانب بعض أعضاء الحكومة أدم محمد شرفتين جاعت الانتلاق الرسمي لمشروع دعم المجتمع المدني بازوك الذي يحدث إلى المساهمة في ترسيق جزور الديمقراطية وثقافة الحوار والسلام في تشاد وذلك من خلال المشاركة والأنشطة المختلفة للمجتمع المدني وكذا دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد كما أن أنشطة المشروع التي تتمثل في النقاط التالية التسهيل والدعم الفني للحوار القطائي بين الإدارة العامة والمجتمع المدني في القطاعات المشتركة للتنمية وفقا لأولويات التعاون بين البلاد والاتحاد الأوروبي إنشاء وتفعيل أنشطة الشراكة بين الهكومة والمجتمع المدني دعم تطلعات المجتمع المدني ومراكذ البحوث والمؤسسات الأكاديمية استهلت مناسبة الانطلاق بكلمة منسق مشروع دام المجتمع المدني محمد قال ما لا الذي رحب بالحضور على تلبيتهم الدعوة مبينا أحداث المشروع التنموي المتمثلة في تقوية كفاعة المجتمع المدني بالتوجيه والمراقبة مضيفا إلى تسحيل عملية الحوار المتعددة القطاعات حول الإدارة المحلية وعلاقتها بالقبائل والأديان وغيرها سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد يونيد إيلان تيرزا فقد ثمنت التعاون المشترك كما الدول الصديقة للحوار مع المجتمع المدني إضافة إلى الرؤية المستقبلية لشاد عام 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تداخل وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان والذي أبان بأن هذا المشروع انبسق من سياسة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو الرامية إلى نحضة البلاد وتقدم المجتمع المدني وتنميته للنحوض إلى عالم واعي ومستقبلي الكلمة الرسمية لانتلاقة المشروع كانت لوزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أنجيتو تيرينايان بايا حيث لما حاب نتائج المشروع في عملية الحوار من أجل تعزيز الحكم الرشيد وتماسك المجتمع وبثي روح السلام في المجتمع وكذا دعم الآليات المستدامة لتمشي المجتمع المدني من أجل الممارسة الفعالة لدور القيادة المستغلة للتنمية علما بأن مشروع دام المجتمع المدني بازوك تقدر ميزانيته بحوالي 9 مليار من الفرنكات الإفريقية واختمت المناسبة بأرض أعضاء المشروع الذين يقومون بتسيير هذا المشروع الحيوي في ربوع البلاد ترجمة نانسي قنقر